عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم لقاء عبر تطبيق زوم مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في الدنمارك وأشرت الوزيرة إلى إطلاق الوزارة للمبادرة الرئاسية التكلم عربي لمواجهة حرب طمس الهوية التي يتعرض لها أبناؤنا بالخارج وإصدار التطبيق الإلكتروني الخاص بها على الهواتف المحمولة خلال اللقاء استعرضت وزيرة الهجرة جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنفيذ المبادرة الرئاسية مراكب النجاة التي أطلقها الرئيس السيسي في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم عام 2019